اشتركوا في القناة وذلك مع اقتراب موعد اصدار الفيلم وبخلاف بعض النسخ الخاصة التي سبق للشركة الكورية ان اطلقتها مع هواتفها الذكية السابقة لا تقدم نسخة قراصنة الكاريبي اي جديد في الهيكل الخارجي اذ لا تأتي مع شعار الفيلم كما فعلت سامسونج مع نسخة دورة الالعاب الالمبية الصيفية السنة الماضية والى صحيفة البيان الاماراتية التي عنونت ايفون المستقبل يوقذك من دون ضبط المنبه تخطط شركة ابل لاستخدام جميع البيانات التي تجمعها عن الشخص في محاولة لخلق تجربة نوم افضل لمستخدم هواتف ايفون المقبلة توقعات العمل على نظام جديد للمساعدة في تحسين انماط النوم جاءت بعد منح الشركة براءة اختراع جديد مؤخرا من قبل بكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية والى صحيفة الرأي الكويتية التي عنونت هيوندي كونا رياضية مدمجة عصرية كشفت شركة هيوندي موتور عن احدث طراز من المركبات الرياضية العصرية المدمجة متعددة لاستخدامات ودشنت شركة طراز كونا بتصميم قوي ضارب ذي شخصية كاملة السمات والمزايا ليستقطب المستهلكين العصريين الذين يعيشون حياة نشطة صحيفة النهار اللبنانية عنونت اليوم هذا الهاتف هو الاول في العالم بلا بطارية ابتكر باحثون في جامعة واشنطن الامريكية هاتفا محمولا يعمل من دون بطارية حيث يستمد شحنه من الهواء المحيط به ليصبح اول هاتف محمول في العالم خاليا من البطارية حيث يعتمد الهاتف في شحنه على ارتداد الاشارات التناظرية بدلا من الرقمية لاجراء مهامه كهاتف واخيرا صحيفة اليوم السابع المصرية عنونت سامسونج تستعد لانشاء اكبر مصانع في العالم لانتاج شاشات الاوليد تخطط شركة سامسونج لانشاء اكبر مصانع اوليد في العالم في كوريا الجنوبية لتعزيز انتاج شاشات اوليد مارينا من اجل هاتف ايفون 8 المقبل من ابل وتتحكم شركة سامسونج ديسبلي في 98% من الاسواق العالمية لشاشات اوليد المارينا الصغيرة والمتوسطة والسطاة